اهلاً يا حبابي. اهلاً يا حبابي. اهلاً يا عبد الرماني. حضراتي هلأك بتتكلموا من الأجازة السماوية للزوء ويأخذ الأجازة بيط على المسجل في واحد من رجال بيته ومراته. اه انتي معيش عشيرتي صوت عندنا مش واضح. هي عايز تقول لك. انتي بتقولي ازاي دكتورة مايسون تقول ان الراجل ياخد أجازة ويسافر من غير مراته صح? اه من غير بيته عما كان لأولاده ومراته. اه انتي ضد ضد الفكرة دي. اه طبعاً هو واحد كده كده اشغلته للمهار. ومراته لنصف حكاته لأشغالته للمهار. وترجع تراب بالعيل. هو يرجع يتغذى وينام ويخرطه للجل على الاهل. نعم. هو مقضي يوم وبرفها. كمان ياخده لأجازة سنوية لها يتعطي بيته يعني. اه يعني انتي ضد انها تسمح له بالأجازة دي. اه طبعاً ما تسمحلوش. انا بس محلوش. هي من حقها برطة. هي من حقها تخلق الغير. طب احنا علماء هيها وهو. طب هي دكتورة ميسوم بتقولك. اه طبعاً ما كانت الأجازة السنوية للراجل. طب وستة الغفين. لا يا فندم انا بقول اني برضو من حق الزوجة انا هقول لها ديك على حاج. انا ممكن انا ممكن اكون دي اواحد. انا ممكن اكون ما بقدرش ااخد أجازة زوجي. نظير ان انا ست بيت وعندي أولاد ملتزمة بيهم. بس ممكن يجي في يوم اخرج من الصبح لحد بالليل. اطلع مع صحابي اخرج اروح في حتة نتغضى برا نعمل كزا. ارجع على بيتي برضو النفسية والمعنويات بتاعتي مختلفة. ويكون هو في الوقت ده قاعد مع الولاد. انت مع الرأي ده يا سيدة ليلا. اه ممكن يمشي كده وانا اخرج اليوم. ايو مهو لازم. مهو لازم كده. طب ايها انت تخرجي براحتك وبوزك ما يسافرش. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. نا اتنين نا ازاي. انت بجوزة بالك. اه هو هياخد وقته ويتافر برضو. بس بما انا ما في نفس الحكاية هياخد برضو. اجازة نفس الاجازة. مهدال احنا عليك بنتكلم فيه. ما بنتكلمش ان هو يخرج وحيك تفضلي قاعدة محموسة في البيت. لان على فكرة العلاقات. اتعاملت ابحاثي حبيبة قلب كتيرة جدا عن عن علاقة الرجل باصدقاء وعراجة المرأة بالاصدقاء. ايهما اكثر احتياجا للاصدقاء. وجدوا ان المرأة في حاجة للاصدقاء اكثر بكتير من الرجل. اني انا دايما بناشد اي رجل. ما تطول نهر بسكتل. لا لا ما هو ده غلط برضو. ما هو ده غلط. لا 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 لا. لازم يبقى لي خروجة مع صحابي. لازم اخرج مع صحابي. بستوقفني السؤال يا سيدة ليلى. احنا ليه بنشتكن الزوج بيجي ينام وينزل يعد على القهوة ما بيعودش في البيت. يعني احنا ليه لانه جيت فن ان احنا ندل على الراجل ونحسسه كده ان البيت ده مكان مريح. ممكن استمتع به بعد الظهر يعد معانا ونلعب طولة. نلعب شطرنج نعمله اكلة حلوة. وماهتم بشكله قدامه. ليه بنطفش الراجل وننزله على القهوة. ليه؟ ما هو يا دكتور احمر هو لو بيعمل في البيت اللي هو بيعمل بتاعتك القهوة او ان هو بيخلي البيت اصلا جوحل. فما بيش مشكلة ان يتبقى هادية في البيت هو قاعد. يبقى هو هو ماته الصحاب. لكن في الوقت هو بين معصحابه او هو قاعدته معصحابه احسنه من قاعدته في البيت. فهو مش عايز دوشة الولاد مش عاوز زاكر مش عاوز انت ما بتاكلش. مش عاوز المسال عبش ما بغير غير هدومة. الكل ده كله هو مش عاوز يسمعه. فهو بيغاية احتماؤه وانت بيعمل على القهوة والتبه هي طوله النهار في النار. انما العيل لما بتخش التنمس ساعة تمانية تمانية ونص بالليل او تسعة. ايام الدراسة مفيش الكلام ده. ايام الدراسة مفيش الكلام ده. ايام الدراسة هيناموا ساعة عشرة. كتير عشرة. هوا هيقض بارك من عشرة. يا أستاذة ليلى ارجوكم. يعني احنا بنقلد الغرب في كل حاجة. ما نقلدهم هما بيهتموا بالعيال. العيال لازم تنام سبعة ونص تمانية بالليل. احنا بنعادهم بنشتري دماغنا. ودام المسلسل عشان ما نخش القوضة معاهم بنحكي لهم حدوتة قبل بيناموا. فيبيناموا معانا. انا بشوف ساعات للأسف الشديد. الناس بتنامس ساعة تنشر بالليل معيالها. ده في ناس سبعة الصباح. ده غلط. اجازة سبعة الصباح. حتى غلط على خلايا الدماغ. اه يا ده فيه اب وام بيعودوا عيالهم معاهم لغاية استدراءات الفجر. لازم العيال تخوش اتنام تتعود. ابا انا معاك بحبت ان الوقت ينام بادري. بس هما بيناموش بادري. لو دخلوا على السليل بياخدوا مبيلاتهم في ايديهم بالعوضية تحت. امناعي حضرتك. امناعي المبيلات حضرتك. لو هما صغيرين. امناعي. ده المبيلات دي انا خطر كبير جدا على الاطفال. ولادك عندهم كم سنة؟ عندي خمس سنين وعشر سنين. سبعة سنين وعشر سنين بيدخلوا ياخدوا مبيلاتهم الواحدهم في قط النوم؟ اه ترعبوا بيها. وضاي انا طول المهار باندي خمس سنين اتبع بالمبيلات او المهار. على الحديدك ده مصحف. طبيعي تتابعي الحلقة عشان هنكمل الحلقة في الموضوع ده ارجوكو. ومش اس حد يزعل مني. يعني احنا دورنا يا جماعة مش ان احنا بنتصاري على تلفزيون. برشكولك سيلا ليلة. احنا دورنا اكبر من كده. يعني ولما بنقول الام المصرية يعني متعودناش منها على كده. تعود انها بتكتهد انها تعمل كل حاجة حلوة لولادها. انا عايز اقول نقطتين مهمين جدا. اول حاجة انا عايز ادق نقوس الخطر في كم الاهوي اللي بقت موجودة على مستوى جمهورية مصر عربية. ما في شارع اللي بقى فيه قهوة اتنين وثلاثة. انا بناشد كل قب. هو ايه اللي معدك على القهوة. ممكن تنزل مرة في الاسبوع مع صحابك. انت تكيمة على القب تم تكيمة عن الشباب كمان. لا انا بتكيمة. الشباب من الازف الشديد. بقولك انا مش لاقي شغل. لا فيه شغل ما تنزل تشتغل. ما لو انت مضيع وقتك في شغل. طبعا. مش هيبقى عندك وقت تتعود على القهوة. طبعا. الاب لو مثلا عارف المسئولياته ان وجودك في البيت مجرد انك قاعد ما بتعملش حاجة خالص. بس الاطفال شايفينك بتعود معهم. ده بيسألك سؤال. افضل بكتير من انك تتعود على القهوة. ما حدش قالك ما تتعودش على القهوة. والقهوة عفاك بقت غالية وبقت مكلفة. بالضبط. يعني زمانك تحاجة بتلقى نهاردة مشروب بقى بعشة وخمستاشر جنيه وعشرين جنيه. يعني المسألة بيتك اولى بيهم. لو دخلت بيتك بتيكلوا فاكهة احسن مئة مرة من اللي انت بتصفه على القهوة. لكن انا بيقول.